في بيتها نزلت آية إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهي من فقيهات النساء رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم 378 حديث وهي السيدة هند بنت أبي أمية أو السيدة أم سلمة كانت متزوجة من سيدنا أبو سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أسلمت هي وزوجها أبو سلمة وهجبوا مع بعض للحبشة ثم عادوا لمكة وهجبوا مرة تانية للمدينة استشهد سيدنا أبو سلمة في غزوة أحد وحزنت عليه حزن شديد وبعد وفاته وانقضاء عدتها اتقدم لها سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب ولكنها ردت عليهم بأنها كبيرة في السن ومعاها أولاد صغيرين ورفضت عرضهم وبعد كده تقدم لخطبتها النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه بنفس الرد وقالت إنها كبيرة في السن ومصبية يعني معاها صبيان صغيرين وإنها امرأة غير يعني بتغير وهتغير على النبي صلى الله عليه وسلم من زوجات الأخريات خصوصا إن كان له زوجات أصغر منها ومنهم السيدة عائشة والسيدة حفصة وكان مشهور عنهم الحسن وحب النبي ليهم فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لها إنه هيدعي ربنا يذهب عنها الغيرة وأما أولادها فربنا هيكفيهم يعني ما تشيلش همهم وسنها الكبير فعادي لإنه أصابوا صلى الله عليه وسلم من السن ما أصابها وهكذا تم الزواج المبارك في شوال سنة أوبعة هجرية كان عندها رضيعة اسمها زينب وكان النبي بيلاعبها ويربيها وكان بيدلعها ويقول أين زينب كبرة السيدة زينب علشان تكون من فقيهات البيت النبوي لإنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب بنت أبي سلمة من أشهر المواقف اللي عيفت عن السيدة أم سلمة هو موقفها في عام الحديبية ومشورتها للنبي صلى الله عليه وسلم واللي كان فيها صلاح الحال في ذلك الوقت والسيدة أم سلمة هي آخر وحدة توفيت من أمهات المؤمنين لو حابب تعرف أكتر عن السيدة أم سلمة فممكن تستزيد من كتاب زوجات النبي لصلاح الدين السعيد ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير ولو أنت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد دي كانت حكاية السيدة أم سلمة نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة